جيميني جيل جديد من نماذج اللغة الضخمة من جوجل جيميني جيميني هو جيل جديد من نماذج اللغة الضخمة اللمس التي طورتها جوجل اي اي يعد خليفة لنماذج لامدا لامدا الشهير ويقدم العديد من التحسينات والتطورات المهمة خصائص جيميني حجم هائل يتكون جيميني من 1.56 تريليون معلمة اي اكثر من 10 اضعاف حجم لامدا قدرة فائقة على الفهم يتمتع جيميني بفهم افضل للغة الطبيعية مما يسمح له بمعالجة المعلومات بشكل اكثر دقة وفعالية قدرة فائقة على الابداع يمكن لجيميني انشاء محتوى ابداعي اكثر تنوعا واثارة للاهتمام مثل القصص والقصائد والمسرحيات قدرة فائقة على التكيف يمكن لجيميني التكيف مع مختلف انواع المهام والبيانات مما يجعله اكثر تنوعا وفعالية استخدامات جيميني البحث العلمي يمكن استخدام جيميني في مختلف مجالات البحث العلمي مثل الطب والهندسة والعلوم الاجتماعية الترجمة يمكن استخدام جيميني لترجمة النصوص بدقة وفعالية عالية التأليف يمكن استخدام جيميني لكتابة محتوى ابداعي مختلف مثل القصص والقصائد والمسرحيات خدمة العملاء يمكن استخدام جيميني لتقديم خدمة عملاء افضل من خلال فهم احتياجات العملاء بشكل افضل ما زال جيميني قيد التطوير لكنه يظهر امكانات هائلة لتغيير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا قد يعرض جيميني معلومات غير دقيقة بما فيها تلك المتعلقة بالاشخاص لذا ننصحك بالتحقق من ردوده خصوصيتك من وراء جيميني جيميني هو نموذج لغة اصطناعية تم تطويره من قبل جوجل اي اي وهو فريق من الباحثين والمهندسين الموهوبين في جوجل يقود الفريق بلايز ادويرا واي اركز وهو عالم كمبيوتر بارز ورائد في مجال الذكاء الاصطناعي نبذة عن بلايز ادويرا واي اركز وفريق جوجل اي اي الموهوبين بلايز ادويرا واي اركز نائب رئيس زميل في جوجل ريسيرتش قائد فريق جوجل اي اي الموهوبين عالم كمبيوتر بارز ورائد في مجال الذكاء الاصطناعي أحد مؤسسي Google Creative Lab حائز على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة TR35 من MIT Technology Review وجائزة ACM C-Graph Computer Graphics Achievement Award فريق Google AI الموهوبين يتكون من مجموعة من الباحثين والمهندسين الموهوبين من جميع أنحاء العالم يعملون على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة وفعالة يهدفون إلى جعل الذكاء الاصطناعي متاحا للجميع بعض إنجازات فريق Google AI تطوير نموذج لغة لمدة تطوير نموذج لغة جيميناي تطوير تقنية Google Translate تطوير تقنية Google Lens يعد فريق Google AI أحد الفرق الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وله إمكانيات هائلة لتغيير العالم أي أي الموهوبين